لو عندي جسم منو يعمل حوالين اي اكسس بده ايا. انا عندي كرة. والكرة هاي ممكن تلوف بعي اتجاه. خلينا نحاول نرسل كرة بتشبه الكرة الارضية. هاي راح يخطر استواء. هاي قب الشمالي. بتجمل الشمالي. وهي هدول الخطوط. ايش هدول الخطوط بنسميهم? هدول الخطوط. طول. وهدول الخطوط هون. شو نسميهم? بعض اللي همه. الاخر. اوكي? وهي عندي هون في الاحسس. وهلا بالحالة العادية مثلا. عمالها بقولنا هادا. عماله تلف حولين هادا الكرة مثلا. هون بالحالة هاي. ما في اشي بمنع هاي القرة هتلف حولين اي ثري أكسس بدهي مصبوط. فيش اشي يمنع هاي القران هتلف حولين هذا الاكسس او هذا الاكسس او هذا الاكسس او هذا الاكسس يه فري. ازا كانت هاي القرى مش سيمترك حولين ثبعتها. يعني الماس مش موزعة بشكل متساوي. راح يبدأ ان يصير فيه ظاهرة غريبة جيبة. ايش هي الظاهرة هاي? الظاهرة بتقول انو انا ازا هادا الجسر مش سيمتركة حولين الوريجن تبعته. ممكن احب حوالين ال اكس اكس اكسس ويسير فيه تسارق حوالين ال واي واي او الزت. هاي فكرة غريبة جدا بس هاي سببها انه هذا طبعا اذا كانوا اذا كانوا هذا الجسم سيمتريكا لا اذا هذا الجسم سيمتريكا بنفرض هذا الجسم كان سيمتريكا كانت خورة سفير. وجبنا مجموعة بحيث يعطوني سيمتري. وين راح امر راح احطه هون وراح اسميه هذا مثلا وهذا وبعدين راح حط كمان خلينا احط واحد هيك جاي. واسمي هذا الواي. وراح حط واحد هون على الدائرة جاي. هل هاي كرة. اه سيمتريكا اللي حوالين هذول الاكسس نعم. ازاي جيت قصيتها بال اكس واي وراح يطلع عندي نصف كرة من فوق. الزد اللي فوق. والزد اللي تحت. ولو جيت قصيتها باتجاه ال اكس زد. جهة ال واي القوزيتب جهة تحتها محي مصير من هون. وزا اسمتها حوالين الاكس راح يطلع عندي مصير وتساول. بهالي الحالة وحسب هدول الاكسس اللي مثبتين بالمركز تبعها. ازا خطيت على الاكس اكس. مش راح عندي تساره الا بالالف اكس اكس. وازا حطيت حوالين ال واي و يا كل عاي minutes عن التورج حوالين الاكس اكس. وين الاكس البزيط؟ هيا. ايش عن التورج؟ احكمن اندي تورج بوزيتف حواليا ال اكس اكس يعمل هيك. ورح تصير هيennis التسارة بس حوالين ال اكس اكس لقى الشرق. وازا حطيت عليه حوالين الي وال من كثير طبعا. اي الواي والرض. هذا ه lyrics. هذا راح يصير هذه ال واي والقد.ها راح يصير ال kunس اكس اكس وهذا ورح نعتبر هاي البوزيتف وهي البوزيتف وهي البوزيتف. لازم احطب بوزيتف عشان هدر اقول وين البوزيتف هو النجد. واذا حنطيت عليه تورك حوالين الزت هاي الكرة زي ما هي بتلف وسارعتها خلية تسارع مش رح يصير فيه تسارع بسبب هذا التورك الا حوالين الزت زت. فالسيمتريكا البرفكت سيمتريكا الوبجيك رح يعطيه الفة واي واي هملي. يعني الفة اكس اكس اللي ناتج عن هذا التورك بساوزيته. وكمال اذا حطيت تي زت زت رح يكون عندي الفة زت زت. والفة اكس اكس والفة واي واي اللي ناتج عن هذا سكلهم بساوزيته. فكأننا نفصلوا التلات سيستمز التلاتة شفيت اذا بحب على هذا الاكسيز هدول ما نسميهم بالحالة هاي هدول هم الاكسيز اللي اذا حطيتهم وزلوا الجسم سيمتريك ليه حوالين الثلاتة. فيه تلاتة عفكرة اهلا. ايش هم الثلاتة? الاكس واي هاي فالأكس واي فوقه مرر صورة طبق الاصل للي تحته. وايش الثاني مثلا? الزت اكس مثلا. الزت اكس لو اخذناها هاي الزت اكس. النص اللي من هاي الجهة مطابق تماما كأنه في مرايبة لهم. كأنه كل واحد من هدول مرايبة. والتالت اللي هو رح يكون الزت واي هاي هون. واللي طالع الاكس من هون. وهاي رح يكون النص في الكرة اللي هون. صورة طبق الاصل عن اللي موجود هناك. ازا هاي الحالة صحيحة هدولون من بالحالة هاي لو حطيت طورق على اكس اكس رح يتسارع عندي الفة اكس اكس ورح يكون انت سارع واي واي وزت زت بس الناتج عن هذا زيرو. فكان هم معذولين التلاتة كلهم عن بعض. هذا بس بحالة ازا عندي وكان هذا بحالة ازا عندي وانتج 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 عندي وان